عندك إنجاز عظيم إن أنت قدرت تطلع بطنطة تاني للدور الممتاز به بعد ما كان نزل لدور الدرجة الثالثة السنة اللي فاتت أو السنة دي يعني والآن أنت مدير فني جديد لفريق نابرو ومن الفرق اللي معروف اسمها له جماهرية واسم مفروض يعني نشوفه في مكانة أفضل من كده عندك تجربة صعبة أكيد أكيد طبعاً الحمد لله بفضل ربنا يعني ممكن مصعد خمس فرق من الدرجة الثالثة اللي ممتازبة بس يمكن شوان ما كل الشوان ما بحبش أتكلم عن نفسي بقى نتاجي في الملعب وأرقامي اللي الحمد لله هي خيرة في ناس ما بتعملش حاجة بتتكلم عن نفسي أه لا أنا الحمد لله أنا بعلم ما بتكلمش طبعاً بشكر المجلس دارة طانطة الأستاذ فاز عريبة طبعاً المجلس المحترم وجمهور على الفترة اللي فاتت الشكر الخاص بقى الحج أحمد وضوح رئيس نادي النابرو طبعاً الحقيقة يعني التعاقد ما أخدش ديئة واحدة ممكن علاقة وبينا قوية جداً وسبق أن أنا كنت في نادينا براءة قبل كده وعارف على دراءة أما بالمجلس المحترم بقى الحج أحمد وضوح رئيس المحترم كله وجمهور نادي النابرو المحترم خدماش وقت عرض علي وطولاً وتحت أمرك وتحت أمر النادي طبعاً وأنا عارف الأجواء هناك وعارف المنظومة ماشية باحترام وماشية بمصدقية يعني مصدقين بعض في حاجات أمورها جداً واسكنوا في بعضها جداً سواء مجلس أو جهاز بنلعب حضرك عارف كابتن كريم وهيك أثرت الموضوع قبل كده إمكانيات قليل قوي ممكن موارد قليلة وصعب أنا ممكن في نادي زي النابرو ممكن الناس بتكتهت جداً ومنجوبها الشخصية ما نساش طبعاً الأستاذ حسن طبعاً حسان الحاجة طريق الرمادي النبراوي طبعاً حاجة طريق النبراوي دعمين بشكل غوى جداً بشكرهم على المسندة الكبيرة والفعالة اللي بيعملوها لكن فيه ظلم مش عايز أقول ظلم ما حدش بيصلم حد ولكن حضرتك لما يكون عندي اللعب بمئة ألف وأحد الأندية اللي معايا في المجموعة اللعب يوصلت سبعمائة ألف وبتطلب مني نتيجة لأمور صعبة يعني الكرة بقتم وفي نقطة مهمة كبير ناس كتير convenientаньше إن في الممتاز بيبقوا يصرفوا فلوس كتير زي globги الطownik ما كانت هناك هناك صرف كتير دلوقتي بقىlig صرفه كتير اyeah عندية كتير بتصرف ممكن في بعض الأندية في الممتاز بيكون أفضل من��อนadas pd Ally بتصرف أكتر من بعض الن também أو في ع Всем فلس كتير متابع أو بكتير جدا قد دور ممتاز هوا كل شئ لكن المقارنة صرمة بتلمتغح في لعب بمئة ألف بصواء بمئة ألف نقول الكوالة بتاع لو أنت بتتعامل إزاي بقى مع الظروف دي أنا هقول لك أنا ممكن و أنت توليت المسئولية خلص أنا مش بقابة ببرم أنا فاهم و مفروض أنت مطالب أنك تسعد بالفريق و مطالب أنك تحقق نتائج كبيرة هتعمل إيه هو بص واحد إحنا عندنا طموح كمدربين يعني وبنقبل المهمة و طالما قبلت المهمة فبقى لازم تنجح ما عندلش مجررات ولا شماعة يمكن هو العدد مختلف في نبوره بعض الشيء أنك مطالب أنك ما تهبطش أنا تبقى فيما في الدولة آآ آآ خدار حالك نظام قاسي جدا اللي معمول معمول 9 فرق من 16 هيبطوا له درجة الثالثة يا الله عشان يطبق دور المحترفين يا الله في البال حضرتك المنصورة موجود ملذية المحلة موجودة أسماء عركة جدا يعني 9 من 16 هيبط آآ عشان يطبق نظام المحترفين المسلمين لو شوف اللي عندها بقى لكم تهبط عندي أقلب الدور ممتاز فالموقف صعب لكن احنا ان شاء الله يعني بسقط المجلس بسقط الحاج أحمد وجمهور نبره المحترم والناس الدعمين زي ما قلت الحاج للساس حسن حسان والحاج طارق وكل المجلس المحترمين كلهم مفيش مستحيل في الكرة بتشوفه النهاردة الفرق قريبة بس اهم حاجة انت تختار اللعيب اللي عاوز يدي اللعيب اللي عايز يكتهد بنحطها دائما بين كسين كده وبنقول عليها اللعيب الجعان دي برافو عليك أنا يعني واللفز يعني ده طبيعي عايز يدي بقى مش لو شبع ده الفرق بقى انتك خلاص انا مش هقدر اواكب الانديات كبيرة صحيح انا اواكبها بحاجة واحدة قولات اللعيبة والروح القتالية بتاعت اللعيب واللعيب جاي عوض وزا ما قلت لحضرتك ان النهاردة المباراة كتير جدا ما بتحسش ان في فروق بين اهلي بين زمالك بين المطشاط كلها متقربة في المستوى في النتائج يعني فبالتالي نتمنى توفيق طبعا من ربنا صحونا تعالى في كون تقربة نجحة وان شاء الله نقدر نحط نادلنا مروف في فضع الطبيعي ان شاء الله طيب اشتركوا في القناة